موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسئات أعمالنا ما يهدي له فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغسر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهار ثم أما بعد إخوتي الكرام مازلنا مع تقريب أحكام الصيام لأهل الصيام من صوم رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال فيه الله جل في علاه فمن شهد منكم الشهراء فليصم تكلمنا عن مفسدات الصوم وإذا حدث وأن وقع مرؤ نسأل الله يعصمنا ويحفظنا جميعا من الوقوع في هذا الباب إذا وقع مرؤ في مفسدات الصوم بطل صومه ويلزمه بالإجماع القضاء أو كان مريضا أو على سفر فإن المستحب له الفطر وهذا يعني نتداوله الآن في الكلام على المسافر هل الأفضل له أن يصوم أم الأفضل له الفطر والمريض كذلك الأفضل له الأغذى بالعزم بالعزيمة أم الأغذى بالرخصة الحق في المسافر هناك أقوال بعض العلماء يرون بأن المسافر يحرم عليه الصوت وهذا قول بعيد هذا قول بعيد لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في رمضان مسافرا وعبدالله بن رواح الحديث في الصحيحين عن أنس بأنه قال ما منا من صائم من شدة الحر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواح فصامنا مسافرا فالحق بأنه لا يقال بأنه يحرم الصوم ومن تعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الصفر فإن هذه وقعة عين لا تعمم يعني من كاد يهلكه الصوم في سفره عليه الفطر وإلا فهو متنطع وهلك المتنطعون وقال رب العالمين ولا تلقوا بأيديكم لا تهلك قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة لكن الخلاف بين الفقهاء الأفضل الصوم في السفر أم الفطر كثير من علمائنا ومنهم الشفعية يقولون بأن الأفضل الصوم في السفر لسرعة براءة الزمة ولأن الإنسان لما يرى غيره ومن معه على الصوم يتقوى لما ينفرد ممكن الهمة تفتر وبعضهم قال بل الفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في الصفر والصحيح في ذلك على ما قاله أمر بن عبد العزيز وغيره وتبناه بعض العلماء أيسر أفضل أيسر أفضل لأن كما قلت لأننا قد قلنا بالقاعدة بأن حيثما كان التأسير كان شرع الله وقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان الرجل مسافرا وأخذ بالتيسير على نفسه وهو المستحب وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فأفتر الرجل فعليه القضاء أو حاضة المرأة في النهار اليوم الصيام فإذا حاضت أو أتى الحيد وسط النهار بالإجماع بالإجماع لا يلزمها الإتمام وأيضا قد نقل الإجماع أنه غيره أنه لا يلزمها الإمساك وعليها وجوبا القضاء وعليها وجوبا القضاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهي أفترت بهذا الحيد لأن الحيد مانع من الصوم فلا يلزمها الإمساك طيلة النهار وعليها وجوبا القضاء أو كان مريضا والمريض بالمرض أي مرض يستشعر به المرء فهذه رخصة له بالفطر قال الله دل في علاه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة والتقدير هنا لا يستقيم الكلام إلا بتقدير من كان منكم مريضا أو على سفر والمعنى فأفطر فعدة من أيام أخر والعدة من أيام أخر هو قضاء قضاء رمضان وقضاء رمضان يحوي مسائل القضاء وجوبا يلزم لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر ولقول معاذة لما سألت عائشة قالت لها رضي الله عنها وأرضها كانت تحيد المرأة على عهد النجل السلام فلا تصوم وتقضي تقضي هذه الأيام فوجوبا القضاء والكلام هنا في هذه المسألة القضاء على الفور أم القضاء على التراخي يعني هذه المسألة إذا قلنا بوجوب القضاء لأنه لابد للمرأة أن يأتي بما أمره الله والله في علاه على التمام والكمال فلابد من القضاء فإذا قلنا بوجوب القضاء هل هو على الفور بعدما ينتهي رمضان ينتهي يوم العيد الذي فيه تحريم الصوم بعده سريعا يقضي الاتفاق بين الفقاء أنه على الاستحباب يستحب الفور حتى سرعة براءة الزمة وحتى يتكامل له الأجر عند ربه دل في علاه لكن هل يلزم هل يجب عليه هذه المسألة نبحثها الآن هل القضاء هنا على الفور أم هو على التراخي جماهير أهل العلم من السلف والخلف قالوا بأن قضاء رمضان على التراخي ليست على الفور فهنا القضاء قضاء موسع له أوقات إلى رمضان القادم والدلال على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كان يكون عليها الأيام من رمضان فلا تقضي هذه الأيام إلا في شعبان كانت تقول فكنت لا أقضي هذه الأيام إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني بما يحتاجه نفس الم يحتاج زوجي فكانت تؤخر تؤخر الصوم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ففيها دلالة وضحة جدا على على أن القضاء ليس على الفور بل هو على التراخي وللمرأة أن تصوم يوما في شهر وفي شهر آخر تصوم يوما أو تؤخر إلى شعبان والأفضل لها أن لا تفعل ذلك وأنها تتناول الصيام في كل أسبوع في كل شهر حتى تنتهي منه وإن أرادت الخير كل الخير والكمال كل الكمال أن تقضي تماما ما عليها بعد الفرض ثم تتبع ذلك الست من شوال فتحظى بهذه الفضيلة التي سبق وقد بيناها والعلماء قالوا باتفاق المسارعة في الخيرات أولى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فإذن هذا الفضل في هذا الباب وإن كان بعض الشفاء يقول لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عزر والمساحة هو إلى شعبان قبل رمضان إذن القضاء على التراخي وليس على الفور وهذا أيضا من باب التسير على عباد الله إن شاء الله في الحلقة القادمة نبين مسائل أخر من مسائل أحكام الصيام نسأل الله أن ينفع بها ونسأل الله أن ينهمنا وإياكم الإخلاص ونسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام أقول قولي هذا وأستغفر الله لو لكم ولزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة